خرج من موضوع الاقتصاد اللي هو جيبي وجيبك وفلوسي وفلوسك وحسابي وحسابك خلونا نشوف بقى الوضع السياسي عامل ازاي في جمهورية مصر العربية النهاردة واول خبر جاي صادم لكثير من الناس هو الخبر على القبض على واحدة من الموظفين الاساسيين في مسبير والاستاذة صفاء الكوربيجي اللي في الحقيقة كان عندها جمهورها الخاص اللي كانت من خلال الفيسبوك بتكشف وبتحكي عن كميات كبيرة جدا من الفساد ومن المشاكل في مسبير وفي خارج مسبير صفاء الكوربيجي في الحقيقة تعرضت للاعتقال فجر اليوم زيها زي اي مواطنة عايشة في جمهورية من جمهورات الخف وكأنها في الحقيقة يعني مواطنة تعيش في كوريا الشمالية تعيش في كوبا تعيش تحت حكم النظام مش مهتم يعني قوي بين الناس تقول رأيها وخصوصا لو كان رأي صحيح الكوربيجي قالت كلام كتير تعالوا نشوف جزء من آخر فيديوهاتها ونحاول نستشف مع بعض نحاول نستشف مع بعض ليجو زي ده ممكن تتبض عليك لو عملته مطلعين الشعب ومديرون بكارت بلونش انه يتكلم ان الحكومة بايزة والحكومة 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 حكومة دي سكرتاريا وكل الشعب عارف ان الحكومة دي سكرتاريا وكلنا عارفين ان الحكومة ولا لها لازمة ما علينا هم حيطلعوا يقولوا لك احنا عشان نهدي الرأي العام حنعمل اي اولاد؟ هنغير الحكومة احنا بقى مش عايزين تغير حكومة ولو حضرتك هتغير الحكومة وحضرتك هتستمر يبقى نعمل حاجة واحدة بقى عايزين بقى الحاجات اللي انا هقولها لك دي هنطالب النائب العام بانه يسأل الحكومة نفر نفر من اللي مسكوا أثناء السبع سنين عن القروض اللي دخلت ماشي واتصرفت في ايه وخدوها لإيه مش حضرتكوا هتغيروا الحكومة غيروه بس قولوا لنا بقى الفلوس راحت فين جات ليه واتخدت في ايه واتصرفت فين عشان نبقى احنا كشعب اللي احنا هندفع الشعب اللي هيدفع ده ويطلعقين أمه يبقى عارف الفلوس دي جات منين وراحت فين ماشي غيروا الحكومة عملوا اللي انتوا عايزين ماشي الفلوس راحت فين سؤال صفاء باختصار شديد بتتكلم عن فلوس حضرتكم القروض اللي بين مليارات بمليارات مليارات الجنيهات المصرية مليارات الدولارات الأمريكية اختفت على الاقل انا وانت كمواطن مصري مش حاسين بوجودها في حياتنا الطبيعية حاسين بارتفاع رهيب في الاسعار حاسين بانه الحياة بقت صعبة جدا جدا وانه مصادر الرزق كمان بتقل وبتضيق يوم بعد يوم صفاء الكربيجي كمان قالت حتة مهمة جدا 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 وهي انه المسئولية في هذا النظام لا تقع على هذه الحكومة وانما تقع على رئيس الدولة وبتقول كمان وباختصار انه لو حصل نوع من انواع تهدئة الرأي العام وتغيير المناخ العام في البلد وتم اقالة هذه الحكومة او تغيير جزء منها المفروض انه هم يخرجوا من مكاتب الوزارات المختلفة والمؤسسات الحكومية المختلفة على مكتب النائب العام ليتم التحقيق معهم في اخر سبع سنوات صرف فلوس الشعب في ايه؟ نشوف الفيديو اللي بعد كده للأستاذ صرفاء الكوربيجي ونرجع نعلق مع حضراتكم وعايز اقول لكم حاجة الاستمارة اللي مش عاجباكو دي انا انا عايزة اسأل جيشنا البواسل اللي انا باحترمهم وبحبهم حضراتكم ها وقفتوا جنب استمار التمرد مش كده ولا ايه ولا كانت استمار التمرد دي لعبة انا نفس افهم الاستمارة دي فيها حاجة غلط ما اعتقدش ان فيها حاجة غلط وزي ما حضراتكم بالنسبة للمخابرات بعيدا عن ابن بابا بقى بالنسبة للمخابرات زي ما حضراتكو وقفتو مع استمار التمرد الناس كلها عايزة الاستمارة دي انت لو بصيت كم من الناس اللي ماضى على الاستمارة هتعرفوا ان الناس كلها عايزة تغيير الناس كلها مش طيقة الوضع ده الناس كلها مش عارفة تعيش الناس كلها مش قادرة يعني هنعمل ايه هنعمل ايه وعايزة اقولكو حاجة الاستمارة اللي مش عاجباكو دي انا عايزة اسأل جيشنا البواسل اللي انا باحترمهم وبحبهم استمرت ساحب الثقة من السيسي هي واحدة من الأفكار الرئيسية اللي كانت بتروج لها الأستاذة صفاء الكوربيجي وفي الحقيقة بتشير أنه استمر التمرد اللي تم توزيعها وكانت بتجد موافقة كبيرة من الأجهزة الأمنية المصرية وعدة كبير من المواطنين المصريين وقوا عليها كانت مقبولة زي ما هي بتقول من الجيش المصري في لحظة من اللحظات وكان يعني هي بتحاول تتساءل مش ده نفس الوضع مش مش احنا بنتكلم على وضع بالحقيقة يعني مفيش مقارنة ومش نفس الوضع خالص ده الوضع يام دكتور مرسي يعني كان يعني كان أحسن من كده مليون مرة ولكن لا ده مفيش مقارنة أصلا يعني مفيش أنا لا أذكر أن في أي حد من اللي عملوا استمر التمرد تعرض لأي نوع من أنواع المضايقة الأمنية ولو للحظة ولو بمكالمة وبعدين بتقولك إيه الاقتصاد المصري في تدهر ومصري في حاجة إلى الاستقرار يطلع بقى إعلام العر يقولك إيه طب وإيه يعني ما هي أمريكا فلست هيطلع بقى يقولك كده الإعلام الفاسد الفاشل هيطلع يقولك وإيه يعني لما مصر تفلس ما أمريكا فلست وكل الدول فلست إعلام فاسد وفاشل وطبال أنا عايزة أقول لكم حاجة لو مصر حصل فيها ده هيحط قدوم على فلوس كل في البنوك أنا عايزة أقول لكم حاجة خليكم عارفين لو مصر حصل لها حاجة هيحط قدوم على فلوس كل في البنوك من الآخر وبعدين في النهاردة في الجلسة طبعا الجلسات بتاعت المجلس ما بتتزعش بنشوفها من بره مصر او بنشوفهاش في مصر بيقولك ايه واحدة من احدى عضوات المجلس وقفت تقولك ايه الخمسمائة مليار اللي احنا اخدناهم للصعيد بصوا عملوا منهم ايه 12 مليون عربيات للأساجزة بتوع المجلس و 16 مليون مكافئات للعاملين بالمجلس يعني بيجيبوا الكروت زي ما انا قلت لكم بيجيبوا الكروت عشان يوزعوها على بعض والشعب يقوع مش مهم الكلام يا جماعة شديد الوضوح بس تفتكروا ايه النقطة الاكثر اثارة للأجهزة الامنية المصرية اللي تخلي صفاء الكروبيجي او الكروبيجي بتم القبض عليها مبكرا في فجر اليوم يعني ايه الحتة اللي دقيقتهم قوي هل استمارة سحب الثقة من السيسي هي اللي عمل لهم مشكلة ولا استشهدها بانه الجيش المصري هو هو نفس الجيش وفي النهاية شايف الاوضاع المتعثرة والصعبة شديدة الصعوبة للمصرين عايشينها وفي نفس الوقت هم يعني مش تقريبا مش عايشين معانا ولا احنا بنتكلم على تحديات المستقبل اللي هي بتشرحها بتتكلم عن امكانيات افلاس للدولة وفساد يا عم البلاد بسبب طريقة ادارة سلبية وسيئة تأتي من قمة الرأس للهرم السياسي الى كل القاعدة تقريبا الناس بتشتري عربيات مش بشتري مرسيدس خد بالك ما اشتروش مرسيدس مش ايامة يعني وشياك لا 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 رانجلر بيلعبوا يعني رايحين يتفسحوا ويلعبوا ويروحوا في الصحراء كده في قسيوت ويطلعوا فوق وينزلوا داحت شغل يعني شغل جامد شغل جامد ويمكن كمان لانه المرسيدس موجود قردي قبل كده لكن في النهاية الاسئلة اللي بتترحها صفاء او الاستاذة صفاء تقريبا ما فيش حد في المواطنين المصريين ما بترحها ايه الفرق بقى ايه الفرق بقى ما بين حضرتك والاستاذة صفاء ما فيش انت عندك كاميرا وسوشال ميديا واصحاب هي عندها كاميرا وسوشال ميديا واصحاب انت عندك نفس الاحساس بالمشاكل والظروف الاقتصادية والسياسية الخانقة هي عندها نفس الاحساس انت عندك رغبة في ان الوضع على الاقل الاقتصادي السيء ده يتغير ويتحسن ويبقى احسن وهي كذلك انت عندك كل ما يعني من ما هو يستدعي من الاسباب الموضوعية انك تفتح شباك عمركو وتقول جاي من اللي بيحصل هي بتفتح شباك الانترنت وتقول جاي من اللي بيحصل بس في حاجة عند صفاء كاربيجي مش موجودة عندك الاحساس بالوطن الاحساس بالوطن ده حاجة موجودة عندك بس انت بتخاف تحكي عنها الاحساس بالخطورة العامة علينا جميعا الاحساس بانه وضعنا مش قلق وضعنا خطر حالتنا صعبة كلنا هي عندها رغبة حقيقية في ان وضعنا كلنا يتصلح وانت عندك رغبة حقيقية في ان وضعك انت بس يتصلح لكن تأكد تماما انه زي كاربيجي فيه مليون كاربيجي تاني وزي صفاء الست المحترمة الصحفية والاعلامات الكبيرة في ملايين الستات اللي عندهم نفس الشجاعة ونفس الاحساس بالوطنية وعندهم نفس القدرة على مواجهة هذا الظلم البين الضعيف